نادي الزمالك يتقدم بشكوى ضد الجابوني بوبينزا. كلام كتير جدا ان انا على 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 صفقة بوبينزا. اه طبعا هو راح اه رابط بخارست. صح يا جماعة? اه راح رابط بخارست. اه اه هو راح رسميا خلاص. رسمي هو في رابط حتى كانت مؤتمر الصحف النهاردة ليه النهاردة باعلان ان هو تواجده في رابط بخارست. اه صفقة عليها كلام كتير قوي. عليها كلام كتير قوي. البطاقة والبطاقة وصلت حتى هو رد في تصريحات وقالك البطاقة دي انت قلتها منين? ما عرفش ايه صيغة الاعلان. على فكرة حتى لو نادي الزمالك مثلا فشل في المفاوضات ما النادي الاهلي فشل في المفاوضات مع محمد بن رمضان عادي يا جماعة. عادي والله مش نهاية مطاف يعني. ما بتنتهيش يعني نادي الاهلي ولا بيوقف على لعيب. ولا نادي الزمالك بيوقف على لعيب. بالعكس اللعيب اللي بيجي لك بيجي الاهلي او بيجي الزمالك فهو تاريخ لي. واضافة لي على فكرة في تاريخه. فموضوع البطاقة. لا والثقة اللي موجودة في السوشال ميديا والتصريحات اللي طالعة. ان الولد يعني تحس ان هو جيه مصر. متخفي وسافر تاني. فطبعا تصريحاته. قال لك مفيش الكلام ده. هل انا معرفش ايه الاجواء بالزبط. لان موضوع ثقة نادي الزمالك والمسويين في نادي الزمالك او حتى اعلام نادي الزمالك بيتكلم بثقة ان هو مضى والبطاقة الدولية موجودة حتى لدرجة ان هو قال لك ما تطلع على البطاقة الدولية. فجماعة خلاص ما بلاش احراج يعني طالما انت مش مالي ايدك. ما تحرقش نفسك. انت برضو نادي الزمالك. انت نادي الزمالك نفس الكلام ينطبق على نادي الاهل اللعيب اللي شاريك. اهلا وسهلا. هو انت هو هتضف له. انت اضافة لي. يعني من ناحية شهرة. من ناحية امكانيات. من ناحية بطولات. من ناحية تاريخ. انت كيانك هو اللي بيتكلم عنك. يعني حتى فيه تصريحات ليه النهاردة في التقديمة يعني. المزيعة بتسأله فبتقول له تعليق ايه على مفاوضات نادي الزمالك. قال لها ما عنديش كومنت اتكلم عليه. هل ده ينفع? لو تقدر جوبنا الصور بس بتاعت اللقاء. اه رد فعل اه ارومبو بنزا بعد سؤال عن تعصر انت قوله الزمالك. امل ان يكون كل شيء على مرامدة بيتكلم على اه رابط بخارست ان هو ان شاء الله يعني هو عايز يتقلق مع مع نادي الجديد. نخش اللي بعديها. اه المزيعة بتسأله على مفاوضاته مع نادي الزمالك والاحديث والكلام اللي بيتقال على تواجده في نادي الزمالك. فقال له انا ما عنديش تعليق ان انا اه اتكلم يعني. مفيش تعليق خالص ان انا اتكلم على اه تعليق ان انا موجود ولا انا اسف يعني. اللي هو ما يعني مش اتكلم ولا اعلق ولا عايز اعلق اصلا يعني. فانت الزمالكة جماعة جبيه خليته لعيب مع احتران اول مرة اسمع عنه. يعني اعتقد كل جميلة الكرة الماسية اول مرة تسمع عنه. فبتسأله ما هو موقفك بالنسبة للزمالكة. لا مش اعلق وما فيش اي تعليق. بنرجع بقى الاول واحدة قد يتعرق لعواقب قانونية. طب انا من خلال توجه خبراتنا يعني الحمد لله في في المجال. اه اولا مفيش تنادي في اوروبا جماعة عشان برضو الامور تبقى واضح عشان احنا للاسف احنا بقت فيه اجواء هنا في الكرة المصرية ممكن تبقى واثق في نفسك. وفي الاخر تلاقي ان انت موقفك ضعيف. مفيش نادي في اوروبا جماعة بيتعاقد مع لعيب. زي مثلا نادي رابط آآ رابط بخارس تمنل انديها الكبيرة عفكرة في رومانيا يعني ليه اسمه بيشارك يعني دايما اسمه متواجد يعني. مش هيتعاقدوا معه. وهم من غير ما يسألوا. استحالة. مفيش نادي في اوروبا يتعاقد مع لعيب. وهو مش سائل ولا عارف ولا متواصل مع الفيفا مثلا ولا متواصل مع نادي ايا كان يعني. ما يتعاقدش مع غير الا هو موقفه سليم مية في المية. عشان بس ايه. احنا الاجواء هنا دايما مختلفة شوي. لا جماعة الناس دي ما عندهاش الكلام ده خالص. ما عندهاش قانونية دي دي ما مش هياخد اصلا قرار. في حاجة زي كده غير ما يبقى واسك ما في المية ان هو موقفه سليم. ايا كان موقفه سليم موقفه ضد. لو نادي الزماج خلاص شايف ان الموقف بتقعد عيف خلاص انساحب. انساحب خلاص انت اسمك كبير. مش محتاج ان انت تجري ورا لعيب. ما احترام هو مش عايزك. يعني انت مش محتاج ان انت تجري ورا لعيب وتقعد تتكلم عليه وتنزل صورته وتعمله اعلان. وانت مش واسك. الاعلان ده جماعة الاعلان اللي ينزل. حتى لو بصورة سواء للاهل او الزمالك. طبقا خلاص انت مضيت معاه. وقعت وبصم. وخد فلوسه او خد الشيك بتاعه او الفلوس بتاعته دخلت حسابه. زيه كده اتعملت. بعد كده خلاص اعلن بقى. اعمل له تيكي تاقة ايا كان بقى فيديو تعريفه. الحاجات اللي هي الجميلة اللي احنا بتشوفها دي. اللي هي بيندمج معها الجمهور ده حلوة. ايا كان بقى بتتكلمه عن عن تاريخ نادي الزمالك. بتتكلم تقديم تاريخ اه النادي الاهلي. الحاجات دي كلها كويسة واضافة. اما ما عدش اجري على لعيب بصورة. يعني ان الزمالك عما ينزل في صورة. انت اتعاقدت معاه بصورة. وبطاقة. فين البطاقة? ما هو راجل اللي عنده بطاقة ازهره. لو ناد الزمالك عنده البطاقة. قصة هي مش هي مش معمولة سكان. يعني مش مش مختفية يعني. يعني يعني ازعل يعني ابعت. يعني ازعل ان انت حد بيرد عليك كده. طب ازهرها ده. لو فيه بطاقة ازهر. قصة موضوع ان انا بعدت موافقة ده مش امضى. اه موافق مبدئي. ما هو جماعة دايما في اللعيبة بره بتعمل عقد اتفاق كده او موافقة مبدئية. بتبعت لك عرض فيه ومعاملت كده باعت على الميل. موافق مبدئي. بس ما مضيتش. لازم اجي امضي العقد الرسمي بتاعي ما بينه وما بين النادي وعقد اتفاق. ما هو مش ما هو استحالة يمضي وغير ما ياخد فلوسه. خصوصا اللعيبة دي. الاجانب بيتعامل معك باحترافية لان هو مش ابن النادي الزمالك. هو مش ابن النادي الزمالك. عشان يمضي لك مثلا يقول لك اه 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 ادي امضيتها هي وما باعتها لك ميل. لأ الناس دي قبل ما يمضي معاك لازم تحطيت له الفلوس في حسابه. الفلوس في حسابه اتغزت خلاص هو مضى لك. غزيت له غزيت له الحساب بتاعه والله خلاص هو مضى معاك وبقى موجود معاك. اما موافقة مبدئية دي مش مش مقياس يعني. لان اكيد نادي الزمالك بعد الموافقة هو بعت. عشان استعجال البطاقة الدولية فبعت. فممكن يكون استعلام. لان كلامه بين ان هو ما مضاش. بين ان موقف نادي الزمالك ضعيف. لو نادي الزمالك عنده البطاقة حقق ازهرها. لو معاك العقد ازهره. وهزهره لكم هنا. هزهره لكم هنا في البرنامج والله كل الاعلام هيتكلم عليه. هتمنى ان يزهر على السوشال ميديا. انا طبعا النهار ده اخر يوم لنا وان شاء الله بازن الله الاسبوع نتكلم فيها زي ما اتكلمت النهار ده نتكلم فيه الاسبوع الجاي. فاتمنى انت زمالك يعني لو معاك عقد. لو معاك اه بطاقة دولية ازهرها على السوشال ميديا.